أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة معاكم الدكتورة إيريني أبادير أخصاء طب وجراحة الفم والأسنان والفكين طبعاً أي حد بيركب تربوش للأسنان أو الكراون أو الكورون أو كبري الأسنان البريدج دايماً بيفكر ويبقى عنده مخاوف أن الأسنان اللي تحت التركيبة ديت ممكن يحصل لها تساوس أو يطلع لها خراج الحقيقة أن ده ممكن يحصل حتى لو التركيبة ديت perfect أو ما فيهاش عيوب وطلها مظبوط ومعمولة بطريقة جيدة وجيدة الصنع زي ما بنقول وفي نفس الوقت أنا كمريض مهتم جداً بالنظافة باهتم بالفرشة والمعجون وباهتم بالخيط الطبي وربما كمان أكون باستخدم الخلة المائية ولكن للأسف الخراج أو التساوس ممكن برضو يحصل مع التركيبة الجيدة اللي مهتمين بالنظافة طيب ده بيبقى بسبب إيه؟ بيبقى بسبب إهمال الزيارة الدورية لطبيب الأسنان على الأقل لكل ست شهور طيب طبيب الأسنان هيتطمن على إيه؟ طبيب الأسنان هيتطمن على حاجة مهمة جداً وهي اللاصق اللي ملزوء به التركيبة سواء الكراون أو البريدج سواء الكبري أو التربوش هيتطمن إذا كان اللاصق ده ما حصلوش ذوابان ولو حصلوا ذوابان للأسف بتبتجي السوائل تتصرب ما بين الكراون وما بين السنة ويبتجي يحصل بكتيريا وتراكم للبكتيريا وتساوس في الأسنان ودوابان في الأسنان ديت ورائحة فم كريهة وسواد حوالين التركيبة ويبتجي بعد كده التهابات في اللثة واللثة تبتجي يحصل لها تراجع وربما الأسنان تسقط وتنهار بالتركيبة زي ما أنتوا شايفين في الصورة كمان لو الأسنان ديت مش معمول لها علاج عصب ربما يظهر فيها خراج طيب الحل إيه؟ الحل بسيط جداً أن أنا أروح لطبيب الأسنان كل ست شهور طبيب الأسنان هيبتجي يدخل البروب ما بين التركيبة وما بين السنة ويشوف صحة اللاصق أو الغرة الغرة الطبي اللي ملزوء به الكبري هل الغرة أو اللاصق ده لسه موجود ولا بدأ في مرحلة الذوابان والسنة بدأت تتأثر غير كده هيبتجي يعمل أشعة ويشوف صحة الأسنان إلى تحت التركيبة هل فيها تساوس بسيط ممكن يتلحق؟ هل اللاصق لسه موجود ولا داب؟ هل فيه بدايات خراج ولا لأ؟ وكل دوت ممكن في بدايته يتعالج قبل ما يحصل انهيار كامل للتركيبة بالكراون بالبرج بالأسنان الموجودة أو ربما يحصل خراج وبعد كده نضطر لعلاج عصب وإزالة الكبري أو عمل علاج عصب من فوق الكبري وبتبقى برضو محتاجة خطوات إضافية أنت في غنى عنها يبقى مهم جداً الزيارة الدورية لطبيب الأسنان للإطمئنان على صحة الأسنان وسحة البرج أو الكراون لو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية مش بس فيه موضوع النهاردة ولكن فيه مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة بيكتب لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشارتكم ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ده دعم للحلقة أو دعم للقناة أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله